تركيبة الشخصية تركيبتنا تركيبة معقدة اللي جاي من الطفولة اللي جاي عنده ناقص اللي عنده مرارة اللي عنده إحباط اللي عنده يعني كل أنواع المشاكل جايبها معاه البعض بعبر والبعض لا يعبر والبعض يعبر بالصمت والآخر بعبر بالكلام سواء الهادئ أو العالي أو أو يعني احنا شخصياتنا لكل واحد بختلف أنت يعني رجعتنا لنقطة مهمة جدا الشفاء النفسي فيه ناس بتقول لهو احنا مرضى يعني أنت فكرنا مرضى لا الحقيقة مفيش حد وهي كلمة صعبة عندنا في المجتمع العربي بصراحة يعني نسميها ععقات نفسية ضعفات بس أنا بقول أنا أول واحد عندي يعني ضعفاتي النفسية يسون مسيح واللي كامل الصفاتي المثال اللي حكت عنه ألس من شوية أننا بخزن الغضب ويتحول إلى غيظ ويتراكم إلى أن يصبح مرارة أنا محتاجة أتعلم كيف أتخلص من المرارة فيه ناس كتيرة مش داريانة أنها بتخزن المرارة عشان أنا معاي حق أني الفلان غلط فيها ده بيخليني أحتفظ المرارة أنا مش واخد بالي أنه بيبهدلني المرارة تبهدل صحتي النفسية صحتي الروحية صحتي الجسدية يعني ممكن تلاقي ستات اللي شعرها بيقع واللي الدورة تطلخبط واللي يطلع له حساسية واللي يطلع له مشاكل في المفاصل الكل ده ليه علاقة بالنفسية أنا يعني لا أنسى واحد كان غريب شوية كان قال لي أنا ليه حداشر سنة بلف على الأطباء البطنيين وخلافه يعني وجاي معا ملف كله أشعات وتحليل ودرشتات ومعر آي وسي تي وسونار بس الغريب في هذا الشخص أنه كان كان عنده يعني وجع في البطن لدرجة أنه الدكتور قال له دي زايدة دودية ندخل عمليات فورا دخل شال زايدة بعد أكتر من أسبوع بعد النقاها الوجع رجع زي ما هو قال له أوه دي طلعت المرارة دخل عمل عمليات المرارة فتح بطنه تلات مرات والغريب أنه هذا الشخص بيقول ياس يا ريت يا دكتور ما تبقاش حاجة نفسية أنا قلت له أنت لسه عايز تتعذب تاني مش كفاه يلا حصل لك واجه أنه في حاجة مختزنة مرات كثيرة بيبقى غيز والغيز بيعمل فاصل بيني وبين شريك حياتي يمكن فيه موضوع اللي حب يرجع له اسم التخلص من المرارة بس المحتوى الرئيسي فيه أني ده لصالحي أنا مش عشان خطر ربنا ولا عشان خطر الشخص التاني يستحق والمحتوى التاني أني أنا ما أقدرش لازم أروح لربنا أقول له أنا عايز أنا عارف نفسي ما أقدرش لأن الغفران عمل إله أطلع على الوجع بتاعي وأقول له أنا موافق يا رب أنا عايز أغفر أنا وفقت على كلامك وأقول له أنت تعمل المعجزة دي وأنت اللي تخليني أقدر أسامح بيحصل معجزة يعني لما نشوف الصفانوس بيرجم يعني عارفي يعني إيه حجارة تنزل تحطم الرأس وأنا أقول اغفر لهم دي معجزة نعم عايزين دي موهبة أساسية في داخل الجواز ولن يوم يعني مش هينفع الجواز أبدا من غير هذه القدرة على الغفران لأنه الغضب المختزن يعني بيوصل الوضع للمرارة والمرارة مثل بركان ثائر يعني عم بغلة كله من جوه على وشك أنه ينفجر أو إذا ما انفجر بيظله ينفجر من جوه عم بغلة في الداخل ده ممكن المرارة تبقى من قبل الجواز يعني في واحدة سيدة أثناء مشاجرة مع زوجها مسكت صورة المرحوم والدها ودشتها في الأرض وبالراحة كده اكتشفت أني قالتلي أصلي أنا خدت بالي أن زوجي عمل الأمور اللي كان يعملها والدي وأنا شايلة مرارة من والدي فشوف المرارة من الأبوين لو ما تعالجتش هتنصب برضو في التفاعل يعني الكتاب بعلمنا لألا يطلع أصل المرارة فيتنجس الجسد كله يعني ده كله يعني دمار شامل كولاترال دامج في الأسرة موسيقى